في أحد السجون في مصراط الليبية يعرض محمد ميلاد يوسف الحروق على جسمه والكدمات الرجل الذي كان ممن حاربوا مع العقيد معمر القذافي يقول إنه أصيب بهذه الجروح عندما أوقفه الثوار في سبتمبر أيلول الماضي وضربوه يوسف وواحد من عشرات السجناء الموجودين في مركز الاحتجاز هذا الغالبية هنا كانت من الموالين للقذافي والعديد انتظروا أربعة أشهر قبل أن يمثلوا أمام القاضي ظروف العيش هنا صعبة ولكنهم ينفون أنهم يعانون من أي اعتداء جسدي يوم جيت من يوم 17 لم لم تمارس أي تعذيب أو إيهانات أو ما لا وضعي كويس جدا يعني ما فيش أي معاملة سيئة أثارت معاملة السجناء جدلا كبيرا منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير لها أن التعذيب يمارس في حق السجناء في عدد من المدن الليبية منظمة أطباء بلا حدود انسحبت من السجن أيضا بسبب تعرض السجناء للتعذيب على ما قالوا وهي اتهامات ينفيها بشدة مدير السجن منظمة أطباء بلا حدود تتحقق من الأمر في مسراطة والأمم المتحدة تقدر بأن نحو 7000 بي هم قيد الاحتجاز في أنحاء البلاد كافة والتفاوض معهم لن يكون سهلا في بلد يكاد يولد من جديد